تحضيراً للموسم الإذاعي لشهر رمضان المعظم، ارتأت إذاعة زمان فآم إطراء العرض البرامجي لإذاع الوطنية عبر شبكة منوعة ومتنوعة. منوعة من حيث الطبوع الموسيقية التي تسخر بها بلادنا بالعربية والأمازيغية بكل لسانياتها، ومتنوعة بمختلف الفقرات والبرامج الفنية الموسيقية. إذن خصصت إذاعة زمان فآم فترة صباحية تمتد من السابعة صباحاً إلى غاية العاشرة بتغريدات صباحية ملونة ومختلفة الطبوع الجزائرية تتخللها فترة للموسيقى الكوميدية. ولكل من حنين ودفء بذكراه لماضيه وأصالته مربوط بعادات وتقاليد وأحداث. تأتيكم فترة حنين الماضي بدءاً من العاشرة صباحاً إلى غاية الخامسة مساءً حيث تدرج بها برامج وفقرات فكاهية متنوعة لعمالقة الفن الجزائري. نذكر على سبيل المثال وليس الحصر برنامج من الأرشيف ديوان الألحان للفنان رابح درياسة رحمه الله. أبطال فكاهة للشاعر محمد الأخضر السائحي. نجوم من الزمن الجميل للزميل طاهر والطار. أما عن البرامج الجديدة التي تزين الشبكة عندنا برنامج أنغام أحداث للأستاذ عيسى بودراع. أسماء في الذاكرة للزميل نجيب بوترجة. ساعة زمان مع فنان لطاقم إداعة زمانة في أم. يأتيكم موعد الإفطار حيث نستذكر فيه سويا على طريقة الأوائل ومن سبقونا على خطى هذه الإداعة حيث تتميز هذه الفترة بباقة ثارية. من الموسيقى الفكاهية مثل جعفر باكر ويشد راشيد القسنطيني وغيرهم من الفنانين الجزائريين. سكتشات هي فصحة للترفيه عن النفس وأخذ الموعدة والعبرة من الأحداث والضواهر الاجتماعية المعالجة في مضمون كل سكتش. نذكر على سبيل المثال مغامرات السعزيوز، خلطة عدودة بالأمازيغية، مغامرات برغاز وغيرهم. نمر إلى الفترة الليلية التي لها رائحة ونكهة خاصة في هذا الشهر الفضيل. ومع فترة رحيق الماضي أو رحيق زمان والتي نخصها بتخليد الأعمال الفنية للدراما لعمال قطة الفن الجزائري على خشبات المسرح. وعلى أوتار أنغام زمان وباقة متنوعة من المسلسلات المسرحيات وبرامج ثقافية أخرى كذلك. مسك الختام بمسك رمضان وهي الفترة التي نحي فيها صهارة فنية للزمن الجميل. من كل ربوع الوطن وهذا بمشاركة مديرية تنسيقية المحطات الجهوية التي خصصت لنا صهارات بكل الطبوع الجزائرية. إذن زمان أفآم أصلة الطرات وحنين الذكريات تضرب لكم موعدا هذا الموسم وتدعوكم لمرافقتها ومتابعتها. نرجو أن نكون قد لبينا شغف المستمع للزمن الجميل لينال رضاكم وحسن متابعتكم لنعيش رمضان. على أمواج إداعة زمان أفآم أخيرا رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية والشعب الجزائري خاصة.